قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن جريفث قال إن حجم الكارثة في ليبيا الناتج عن انهيار سدين وجسور بتأثير عاصفة وأمطار غزيرة لزل مشهولا المشكلة بالنسبة لنا في ليبيا هي بالطبع الحاجة للتنسيق مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد ثانيا اكتشاف حجم الكارثة لم نصل إلى هناك ولا نعرف أبعاد المشكلة الفيضانات والسيول دمرت المباني والوحل لا زال يخفي حجم الاحتياجات والوفيات